والله هل لجديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك ونجيب على معظم الأسئلة فورة وردها إلينا بنرحب بتساؤلات واتصالات حضراتكم وحن طلقها من أول البرنامج بس سريعا أستكمل مع حضراتكم اللي قلناها في الحلقة السابقة في الحلقة السابقة نتكلم على مشاكل قنوات فالوب وإحنا بنتكلم عرضنا لحضراتكم أن طريقة تقييم قناة فالوب هي بطريقة الأشعة اللي بيستبغى ودي واحدة من الأقدم وأدق الطرق في تقييم الأنابيب ونافزيتها وقلنا أن الأشعة اللي بيستبغى بين الرحم والأنبوبتين وعرضنا لحضراتكم صور لده وكان بالمصادفة أن جي اتصال في الحلقة السابقة من السيدة اللي لو تفتكروا سابت الإجهاض في الرحم إلى عدة أسابيع فأدى إلى التهاب في الحوض والتهاب في الأنابيب فحصل انسداد في الأنابيب والتساقات في الحوض اكتشفتها بعد عمل منظار وقالت أن الأشعة اللي بيستبغى بيينت أن السابقة مدخلتش الأنابيب خالص بينما أحد الأطباء قال لا دي دخلت ومخرجتش وياكت محتارة يعني ده معنى إيه وحنشوف النهاردة حاجات تمثل الكلام ده جبت في فيديوهات عشان نعرض الصور دي ناخد الصورة الأولينية اللي احنا شفناها الحلقة السابقة عشان نراجع وعننا تتعود على ما هو الطبيعي في الأشعة اللي بيستبغى دي صورة أشعة بيستبغى طبيعية معنونة الرحم هو المسلس اللي موجود في النص الأنبوبتين موجودين يمين وشمال الشاشة اللي موجودة في يمين الشاشة دي الأنبوب الشمال والموجودة في يصار الشاشة دي الأنبوب الأيمن وقدرين نشاور على الأنبوب بمصاره وتصره بالسبغى دي أشعة بسبغى طبيعية الرحم طبيعي حجمه طبيعي موقعه طبيعي ممتلئ بالسبغى ما فيش أي حاجة داخله ثم السبغى نفزت إلى الأنبيب والأنبيب خدت السبغى ورسمتها حتى نهاية الأنبوب ثم خرجت السبغى من الأنبوب وابتدت تتصرب إلى الحوض والصورة بتاعة الأنبوب الأيصر اللي على يمين الشاشة بتوضح الكلمة الشهيرة اللي بنقولها الأهداب أو الأصابع للأنبوبة اللي بتكون في نهاية الأنبوبة الأنبوبة أنبوب كده قطره دي ثم في نهاياته فيه انتفاخ اسمه البوق للتساع اللي في نهاية الأنبوبة وفي نهاية الاتساع ده ممكن نرجع للصورة ليا هنلاقي الأهداب اللي هي صابع الأنبوبة هنرجع للصورة اللي هي بعد إذن حضراتكم الأصابع دي بينة موجودة في الأنبوبة الشمال اللي كانت موجودة على يمين الشاشة حاجة زي الأصابع كده ممكن الكاميرا تجيب صوابعي أنا بالمنظر ده موجودة في يمين الشاشة مظبوط كده نرجع للصورة بعد إذن حضراتكم الصورة دي واضح أهداب الأنبوبة في الأنبوب الأيصر اللي موجود في يمين الشاشة تمام؟ ده منظر الأشعال بالسبغة الطبيعية طيب هنبتدي نتلقى للتصالات التليفونية وفورة ووصولها لكن عايز أوري حضراتكو فيديو بقى بيوري انتشار السبغة داخل الرحم والأنابيب لما بنحقنهم لما بتكون الأشعال بالسبغة الطبيعية هنشوف ده في صورة فيديو هنشوف الفيديو لو معنا وجاهز نعرض الفيديو رقم واحد اللي معنا وده بيورينا أشعال بالسبغة طبيعية ده الرحم المسلس الذي يمتلق بالسبغة ثم السبغة تعبر إلى الأنابيب ثم تملأ الأنبوب وواضح الأنبوب الأيسر وهو بيتميل يهو السبغة بتدخل داخله مفيش حاجة اسمها السبغة سلكة الأنبوب مفيش حاجة اسمها الأنبوبة كاتمسدودة والسبغة سلكتها كل هذا تجارة ووهم ومتاجرة الأشعال بالسبغة هي تصوير لحالة الأنابيب نافذة سلكة تبقى نافذة زي كده الأنبوبة الشمالة هي اللي بنشاور عليها اللي كنتوا حضراتكو بتتبعوها وهي بتتميلي بالسبغة أثناء حقن السبغة ثاني قادي الفيديو ده الرحم يمتلق بالسبغة ثم السبغة لما تملي الرحم هتبتدي تعبر الأنبوب الأيمن الموجود على شمال الشاشة ثم الأنبوب الأيسر الموجود على يمين الشاشة بتتميلي واضح صريان السبغة فيها لحد ما تملي الأنبوب لنهايته ثم يحدث تصرب نفاذ للسبغة إلى الحوض اللي بنشاور عليه بالسهم ده الكانيولا اللي بنستخدمها توضع في عنق الرحم لحقن السبغة وده الرحم شكله المسلس الطبيعي ودي الأنبيب ده الأنبوب الأيسر اللي بنشاور عليه بالسهم ده والسبغة مالته وشفنا مصارها داخله ثم بتنفذ منه ده الشكل الطبيعي للأشعة اللي بالسبغة وحنعيد الفيديو تاني قدام حضراتكم رحم وأنبوبتين تبدأ الأنبوبة اليمين في الظهور الآن ثم الآن الأنبوبة الأيسر بيمتلق بالسبغة ومصار السبغة ماشي جواها واضحة انتشارها ثم خروج للسبغة من طرف النهائي للأنبوبة ومن أهداب الأنبوبة فدي أشعب السبغة توصف أنها طبيعية عنق الرحم طبيعي الرحم بحجمه الطبيعي الحجم الطبيعي له في موقعه الطبيعي ما هوش مجدود في أعلى الحوض والأنابيب لتنين ظاهراتين دخلت فيهم السبغة ملتهم السبغة حتى نهايتهم ثم نفذت السبغة من أهداب الأنبوبة وخرجت إلى الحوض والمفروض ننتظر عدة دقائق ونصور صورة تانية فنشوف أن انتشار السبغة في الحوض انتشار طبيعي ومثالي ومتساوي اللي يقولوا عليه الأطباء أدكوت بريتونيال سميرينج يعني كل التجويف البريتوني خد مسحة من السبغة وانتشرت في الحوض وهذا الانتشار يرجح عدم وجود التصاقات في الحوض وقلت يرجح لأن زي ما قلت المرة اللي فاتت أن الأشعة اللي بالسبغة تقنية دقيقة جدا تكاد تكون قاطعة في قرار الأنابيب دي نافذة ولا لا سلكة ولا لا بتتملي وتخرج السبغة ولا لا لكنها ليست قاطعة في وجود التصاقات في الحوض وهي فقط مرجحة ولا صحة للقون والزعم الذي يزعم الكثير من ممارسي هذه المهنة بأن الأشعة اللي بالسبغة بتسلك شيء ولا أنت أنابيبك كاتت مسدودة والسبغة اللي أنا قلتلك روح يعمليها سلكتها ولا الأنابيب كاتت مسدودة والوقتي تسلكت الأشعة اللي بالسبغة ليست أسلوب علاجي وليست طريقة للتسليك ولكنها طريقة لتصوير حال الأنابيب حالها كويست تبقى هي كويستة وما كانتش مزدودة وبقت سلك حالها مزدودة تبقى هي مزدودة والأشعة اللي بالسبغة لا تسلك الأنابيب ولا تنفذ السبغة من أنبوب مزدود لأنها ليست وسيلة علاجية هي فقط وسيلة تشقيصية وتصويرية لحالة الأنابيب معنا اتصل تليفوني السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي لا سمعت يا دكتور أنا بقالي 18 يوم في الشهر التاسع ورحت كشفت إشياء صنار الدكتورة بتقولي المية أنا هي لحوالين العين تمام قلة المية قلة المية شيء وارد وعادي ووارد ومقبول في الشهر التاسع إذا كانت حركة الجنين كويسة يبقى قلة المية اللي في الشهر التاسع غير مؤثرة على قرار إن أنا أولد إمتى وإزاي إذا كانت حركة الجنين ابتدت تقل بوضوح مش في قوتها في العدد ومش العدد يعني كان بيتحرك مية بقوا خمسين لا ألعدد الحركات عن عشر حركات في اليوم يبقى ساعتها قلة المية دي شيء مقلق والأكثر قطعا هو اللجوء لعمل دبلر وهو قياس لسريان الدم في الحبل السري لبيان كمية الدم اللي واصل للجنين فإذا كان الدم اللي واصل للجنين طبيعي والدبلر طبيعي فلا قيمة لنقص المياه القليل المتوقع العادي الطبيعي الذي يحدث في الشهر التاسع لو شربت المحيط فلن تزيد المياه اللي حوالين الجنين فلا علاقة ليه ما بنسمعش الكلام بغير في مصر لا علاقة لاستهلاك الست من السوائل وبنسمعش الكلام بغير في مصر وتيجي واحدة تقولك أصلا قلولي ما تصومش رمضان عشان المياه اللي حوالين الجنين ما تقلش ده لا علاقة له على الإطلاق كمية السوائل اللي حضرك بتغديها وبتشربيها لا علاقة لها بالمياه اللي حوالين الجنين ولو شربت المحيط لما زادت لأن المياه قلت نتيجة اللي قلت وظيف المشيمة ووظيف المشيمة تقل لأن المشيمة بتعجز بيحصل لها شيخوخة اسمها كده بالطب باللفز في الشهر التاسع وده العادي والطبيعي والمقبول والوارد والذي تأكد عبر آلاف السنين في ملايين ملايين ومليارات السيدات ولا يؤثر على قرار الولادة إلا إذا صاحبه ضعف واضح في حركة الجنين تمام نرجع كده نتكلم على الأشعة اللي بالسبغة الأسلوب اللي بقاله عشرات تقترب من مئات السنين أسلوب لتقييم الأنابيب ولم يتغير لكفائتها الشديدة ولبراعتها في تقييم الأنابيب بتقيم الأنابيب نافذة ولا لا بدقة شديدة وبدقة كبيرة وبحساسية عالية وبدرجة تشخيص عالية جدا والأشعة اللي بالسبغة للمرة العشرة لا تقوم بإصلاح أي انسداد في الأنبوبة فهي ليست عمل علاجي وفقط عمل تشخيصي والأنابيب اللي نافذة هنصورها كويس بالأشعة اللي بالسبغة السبغة اللي مش هتدخل الأنبوبة يبقى الأنبوبة دي فيها انسداد وحنوري حضراتكم مثال لده في فيديو لاحق بعد ما شفنا صورة وفيديو الأشعة اللي بالسبغة الطبيعية معنا اتصال تليفوني آخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعين معكم أسوان يا دكتور أهلا بحضرتك يا ستي أهلا بحضرتك عندي بسؤال يا دكتور لو تسمح اتفضلي عندي بيت صهري بحامل ستة شهر أيوة دعاء عامل ستة شهر لما عامل الكاش في حاجة بتوجيحها وكده عامل عندها إشاعة عليك وعندها لوفة جنب الجنين أو والله أعلم بتكون فيني حتة في الراحم أو برا كده حجمها قد إيه لا الحجم ده لسه موصل نروش هتاخذ الإشاعة بعد يومين فالدكتور بيقول لها أنا هشير العيل باللوفة فهذا يذكر كده ولا إيه لا يا فاندم ما يحصلش وما ينفعش وما يصحش وحقول لحضرتك التفاصيل حاضر لك يا دكتور شكرا عناية أولا تحية لك ولأهل أسوان ناس طيبين جدا محافظة راقية جدا آثار مصر الحقيقة وروعة النيل فيها كل عام وأنتم بخير تحياتي لكم جميعا أولا يا سيدتي أن يبقى فيه سيدة عندها ورم ليفي وتبقى حامل هذا وارد لأن الورم الليفي لا يمنع حمل إلا إذا كان حجمه كبير أو موقعه خطير يعني داخل تجويف الرحم وبالتالي في الأغلب مدام هي حامل وفي الشهر السادس فالورم الليفي ده مش داخل التجويف في الأغلب نمرة اتنين الأورام الليفي لما بيحدث حمل بيحصل فيها أحيانا حاجة اسمها Red Generation التحلل الأحمر وده بيؤدي لألم محل الورم الليفي مع أن الورم الليفي ليس من أعراضه الألم في الأغلب الألم اللي مصاحب المسكنات في علاجه لكن لما نلاقي فيه ورم الليفي حضرتك بتقولي لي حاجة غريبة جدا الأشعة اللي ساعتستلمها بعد يومين المفروض الأشعة اللي هي عملتها عشان تبين فيه ورم الليفي ده هو صنار اللي التقرير بيكتبه الدكتور في لحظته الصنار لازم يقول والقرار بتاعنا حيعتمد حجم الورم الليفي إيه وموقعه إيه من ناحية دفع عضلة الرحم ولا للخارج وفي أعلى الرحم ولا 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 وفي كل الأحوال ممنوع منعا باتا إجراء أي استقصال للأورام الليفية أثناء الولادة وهذا كلام لم تأتي به الأوائل ولم يسمع به في الطب وليس صحيحا ويخالف كل قواعد الطب لأن الورم الليفي ورم بيستدعي استقصاله نزف وهي جراحة نازفة ولا يصح أن نقوم بهذه الجراحة والسيدة حامل لأن كم من نزف من الرحم بتاع السيدة الحامل حيبقى عالي جدا ولأن معظم الأورام الليفية حجمها بيزيد أثناء الحمل نتيجة لهرمونات الحمل فالتقييم للورم الليفي أثناء الحمل ليست تقييم الأمثل بمعنى أننا إذا شفت ورم الليفي حجمه 4 سنطي وال6 حامل إذا انتظرت 6 شهور بعد الولادة راح الزيادة في دموية الرحم اللي كانت بسبب الحمل وهرمونات الحمل سيقل للورم الليفي اللي كان 6 سنطي وال4 سنطي الـ 2 سنطي أو 3 سنطي وبالتالي القرار يبقى مختلف وبالتالي لا يجب استقصال أي أورمليفي أثناء الولادة بتاتا وهذا ومن يجري هذا يخالف أبسط القواعد الطبية وسيفتح على نفسه أبواب من جحيم أغلقها الله والحمد لله أنها مغلق لا يجب استقصال أي أورمليفي أثناء الجرح إلا في استثناء واحد إن يكون ورم الليفي ده حاج مصغر أو حاجة اسمها بدانكليتد يعني بعنق متصل إلى الرحم فنحط كلام بع العنق ده ونشيله لكن ده نادر جدا الأغلب القاعدة العامة لا استقصال أو رملي فيها أثناء الولادة ويجب تقييم الموقف بعد 6 شهور من الولادة حجما وموضعا وبالتالي قرارا الحاجة التانية إن أثناء الحمل وارد الآلام المتكررة دي وارد إن يحصل ولادة مبكرة وبالتالي يجب التزام السيدة بأدوية تقلل انقباضات الرحم ومتابعة جيدة للحمل قدر الإمكان ربنا يتم الدعاء بكل خير ويقومها بالسلامة ولما تجيب التقرير بقولي لي مكان وحجم الورم اللي في ولكي ولكي قل لأهل أسوان كل التحية ومعنا اتصال تليفوني آخر تفضل حاضر ناخد أمه عمر تفضل يا فنس ألو سلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور أنا بيجي لتعب في الرحم من جامد زي طلق كده على طول مستمر معي أيو ممكن حضرتك تقوليني حالتك بمعنى السن مدة الزواج الحمل الولادة أنا ولدة ثلاث مرات اتنين طبيعي والأخير كيصري فهي ده جالي من بعد الولادة الطبيعية التانية من بعد الولادة الطبيعية التانية أنا مالد أنا متجوزة بقالي 15 سنة ف وقا وقا لكيصري بقالي ثلاث سنين بس أيوة وقيصريات الثالثة كانت داعي لها إيه لما الولادتين الأولين كانوا طبيعيين ما هو كانت دكتورة ما ولدني طبيعي قال لي أنت بعتش ينفع لك طبيعي عشان الرحم بيفتح بالعسيا آه يعني كان الولادة طولت وعنق الرحم كان صعب في فتحه والولادة كانت متعسرة فقالك الأفضل أنك تولدي بقيصريا لأن عنق الرحم بتاعك لا يستجيب للطل وتعبتي أوف الولادة اللي فاتت الولادة الطبيعية الدكتور قال لي كده فأنا تاني تاني ولادة بقا ولدني طبيعي غزب عني مع أننا شرحت له الظروف قال لي لأ الرأس تحت وهتولد طبيعي عادي فحصل لبرده نفس الموالي الأولان أيها فندم لأن المشكلة عندك مش في أن الرأس تحت المشكلة أن عندك حاجة اسمها لكو في بروجريشن تقدم الولادة تقدم صعب عنق الرحم متليف ما بيفتحش بسهولة ما بيستجيبش للطل فبييجي ألم جامد أوي بس تقدم الولادة بطيء أوي أيها أيها تمام حضرتك منين؟ من المنصورة ولا إيه؟ آه طيب أهلا بك اللهجة طبعا أنا بلقوطها كويس الحمد لله طيب ومن بعدها بقى فيه ألم وانقبضات في الرحم جامد جامد وما فيش دكتور بيجيب لي علاج مناسب لحد الوقت بمعنى أن ما فيش علاج بيرايح حضرتك خالص وما فيش يعني أنا رفتك شفت عند الدكتور مرة بقول له أنا بيجي لي طال فبيقول له والآخر ولدتي فبيقلس علي لا يا سيدتي ما عاش اللي يقلس عليك وما فيش نفر وما فيش نفر أبدا يعيب عليك هنتكلم بلغة أهل المنصورة طيب اللي عند حضرتك ده يا سيدة الفاضلة اسمه ألم حوض مزمن تمام ألم الحوض المزمن مش علاجه أنه ناخد علاجات وحد يقولي الالتهابات وحد يقولي دي مسكنات وحد يديني مضادات حيوية حضرتك مطلوب تعملي منظار لاستكشاف الحوض وبين سبب ألم الحوض وقد يكون سبب في أمراض نسا واحتمال ده بـ 50-70% وقد يكون السببب خارج أمراض نسا بس أمراض نسا تستبعد بمنظار بطن تشخيصي قبل المنظار البطن مش هنقدر نفيد حضرتك لأن ما فيش تشخيص ما فيش سبب واضح تمام سنار مهبلي جيد استبعد أي مشكلة يبقى منظار بطن تشخيصي تمام ولا عاش أي نفر يتقلس عليك سيدة الفتر شكرا العفو يا سيدة الكل مع ألف سلامة طيب دي من المنصور سمر اتفضلي سمر طيب ماري يا ماري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نزي حدرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يعني أقول لك يا دكتور أنا متجوزة بقى لي أربع سنين أي فن وعن في 26 سنة كويس تمام بس أنا مأجلة يعني إيه الخلفة شوية عظيم بس أنا دلوقتين بقى ليه أربع سنينين ساعت ما تجوزت وأنا معي الالتهابات وصديت أيه الالتهابات ده أفهم إنها الالتهابات مهبلية يعني او الالتهابات في الحوض في الحوض او يعني إيه في الحوض تقصودي إيه وصديت فين بقى طب مريم حاول التصودينا تاني إن غالبا حضريك تقصودي مثلا مثلا صديد في البول لأن ده هو اللي يجي فيه صديد وإذا كان كلمة الالتهابات في الحوض وتستبعها تستدبعها الالتهابات في الحوض المية فدي حاجة ملهاش على قبينا وإذا كانت الالتهابات مهبلية ومتكررة هذا وارد تمام نمرة لاتة نصيحة لحضرتك ولأي سيدة ترغب في تأجيل الحمل إنها شفت ده لأننا طبيب تأخر حمل بالأساس يعني محدش يأخر حمل ويأجل حمل إلا لما يبقى متطمن إن ما فيش مشكلة على الأقل بتحليل لمخزون المبيض من البويضات لأننا يعني شفت السيناريو ده أكتر من مرة أنا كنت مأجيل الحمل وعدين لما جيت أدور ملقتش لإن اكتشفت إن المخزون قليل قوي رغم أن سني كان مطمنني اطمئنان زائف لأننا لا نقيم السيدة بسنها اللي مولودة بيه عدد سنوات عمرها إحنا بنقيم سنوات ما بيضها هل معنا اتصال آخر اتفضله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يخليكي متشكل حضرتك جدا يتفضلي ويخليليك بنتك يا رب يتفضلي بس كان ليها بقى سفرين بعد إذن حضرتك يعني اللي في سفر الأولاني إن أنا عمنا تحاليل من ثلاث سنين ماشي ماشي بس لما عشتوا الدكتور طلب مني بس كنت كانت تحاليل كلها شاملة أنا وجود مزبوط مقرر بآخر مرة بقى عملت تحاليل بس يعني فيه حزاب بسيطة ما تعملتش هل لازم أخذ بخصوص يكون كل تحاليل معرولة أعرف إيه الحاجات اللي ما تعملتش فأقول لحضرك دي مهمة ولا مش مهمة الFSH ما عملتش من ثلاث سنين الFSH هو اللي عاملها من ثلاث سنين آه إنما مخزون الموديد عاملها من إزبوط الضبط طيب ماشي هو يعني إذا كان المخزون كويس فده يغني عن الFSH بس ده لا يغني عن الLH والLH عشان يتعمل لازم يتعمل الFSH ودول لازم يحدسه فالأفضل إن كان يتعمله يعني مش طب بعد إذن حضرتك كان لي سؤال تاني بعد إذنك يعني تفضلي آه أنا بقلي فترة يعني مش مخلفة من ثلاث سنين تقريباً كده آه في اليوم الخمسطاشر بالضبط للدورة بحس بألم آه أسخل البطن كده من تحت شديد لذلك إن أنا فطلّي ما بقدرش أقف لازم أن أتحيني كده حتى لو وقف أليها مش أقف بحيث إنما أنا منحنية كده أحس براحة وقفة مزبوطة وبأمتعبان فروحة لدى كدرة كل حد دكتور نيسى يشوف يقول لنا عنديكش مشكلة وأنا بدي أحصل معي في نفسي الوقت كل 15 يوم في الدورة آه غالباً دي أعراض الطبويد غالباً دي أعراض الطبويد يعني عادي أي عادي أعراض الطبويد إن بعض السيدات مش كلهم ومش لازم يبقى كل شهر في أيام الطبويد اللي هي تقريباً بعد أسبوعين من بداية الدورة بتحس بألم بسيط في أسفل البطن في أحد جانبها البطن يستمر عدة ساعات يعني ابتدى الصبح تاني يوم لأ بقيت كويسة ابتدى الظهر قاعد يوم ونص وبعدين راح قد يصاحبه زيادة في الإفرازات المهبلية وبلل وقد يصاحبه لبعض نقاط دم بعض السيدات تحس به وعشان كده لما حضرتك المرة اللي فات قلنا لك أنت المفروض تعملي منظار لأن حضرتك عندك تأخر حمل مجهول السبب وإذا كان الكلام اللي بتقولي ده صحيح فده يؤكد إن طبويد حضرتك كويس وده يؤكد إن كل المنشطات اللي خطيها خلال السنوات البحث عن الحمل غير مجدية لأن الست دي لوحدها عندها طبويد كويس والسبب بعيدا عن الطبويد شكرا لك يا دكتور ربنا يبارك فيك وخايل مك يا رب آمين يا رب التوفيق إن شاء الله طيب يظل الشغلانة بتاعتنا دي زي ما خضرتكوا سمعتوا كده كنت عاملة تحليل فالدكتور طلب إنه يحدسها أيوة الطبيب بتاعتأخر الحمل طبيب دايما أنا أقول عليه كده لا يرى ما بيشوفش عينه اللي بيشوف بيها هي التحليل والفحوصات فلازم العين النضارة اللي يلبسها الدكتور دا تبقى كويسة وتبقى حديسة عشان يقدر يشوف كويس لما حد يلبس دكتور تأخر الحمل لنضارة مش كويسة بتحليل قديمة بتحليل غير دقيقة القرار بتاعه حيبقى قرار خاطئ وبالتالي ست ما حصلش حمل بقالي تلت سنين عاملة تحليل ما تاخد بيهم يا دكتور لا أحيانا ست شهور سنة نحتاج إلى تجديد التحليل أحيانا تبقى التحليل معمولة الشهر اللي فات ومقلقة نتائجها فنعيدها للاطمئنان أحيانا معمولة من تلت تشهر بس في معمل غير موصوق فيه فنعيدها للاطمئنان فالعينة اللي بنشوف بيها هي قراءات التحليل وبالتالي كل دكتور تأخر حمل بيبقى نتائجه كويسة وقراراته كويسة لما يبقى مسنود على وسائل تشخيص كويسة نزي ما قلت كده نحن لا نرى عينة التي نرى بها هي تحليل اتنين دليل بفحوصات وبأشعة فدايما دكتور تأخر الحمل بيعلى بالفحوصات من تحليل إلى سونار إلى سونار ثلاثي الأبعاد إلى اختبار للأنابيب عشان في الآخر نقول آه ده في حاجة فنعليجها أو لا زي السيدة دي ما فيش حاجة وكل التحليل كويسة ومخزون الموبيض كويس وتحليل الهرمونات الأديمة كويسة وجددناها وعندها أعراض للطوبيض كويسة وزوجها كويس ومع ذلك لا يحدث حمل فدا تأخر حمل مجهول السبب تعالوا نروح نعمل منزار القرار هنا لازم يبقى مبني على فحوصات كويسة لو احنا المعمل المعمولة فيه معمل مش مظبوط أو الفحص ده قديم عاملة تحليل مخزون الموبيضات من 30 طلع كويس وإحنا أغفلنا تكراره فالتحليل كان الوقت بقى وحش طب خلاص ما هو ده بيفسر ما بتحملش ليه طبعا عملنا لها منزار بقى غير مجدي لأن المنزار بيبحث عن سبب والسبب كان موجود في التحليل وبالتالي هو ممارسة مهنة تأخر الحمل هو طب مبني على دليل وعلى تحليل أحيانا أقوال العليل السيدة المريضة لا تكفي لتؤخذ كدليل على سبب ومرض وتشخيص وبالتالي الطب المبني على الدليل يحتاج لدليل قوي من فحوصات وتحاليل حتى بعيدا عن كلام العليل هل معنا تصال آخر؟ تفضلوا قالوا السلام عليكم عليكم السلام يا فندم إزاي بحضرتك دكتور أهلا بحضرتك بقول لسيادتك معنيش أنا حصلها لك شوية عندي بنتي تكرر معاها حمل عنقودي واخرت إعلاج في الأول مرة تنى كلي وبعد كده تكرر معاها جزء تمام يعني حصلها مرتين ثلاثة حمل عنقودي أو حمل حويصلي سنها كم سنة؟ سنها كم سنة؟ عندها ثلاثين سنة وعندها أطفال قبل كده؟ أول مرة تحمل فيه أول مرة تحمل كان حمل حويصلي أو عنقودي ثم منعت الحمل بينهم قد إيه؟ أخدت ستة شهور علاج وبعد كده أخدت سنة راحة وقالوا لها خلاص أترك على الله أه يعني أخدت ستة شهور علاج كماوي يعني احتاجت لعلاج كماوي من أول مرة ثم سنة راحة وقالولها حولي مرة أخرى المرة التانية جي حمل حويصلي بس جزئي جزئي أيوة بقول لسيادتك وبعد كده قالولها استني ستة شهور فماش عارفة يعني إيه السبب هل من الرجل أو منه منه يعني هي في أي حاجة الحمل الحويصلي له سبب واحد البويضة التي خصبت بويضة معيوبة مش عيبها يعني دكتور عصنور يقول لكم ما حلوة همة للدكتور بيقول لكم في التلفزيون دي معيوبة ليه؟ فيها عيب في عوامل الوراثة الحمل الحويصلي هو عبارة عن ورم حميد ينقلب لخبيس في بعض الأحيان من الأنسجة التي تكون المشيمة سببه خلل في كروموزومات الجنين التي تكون سببه أن البويضة التي خصبت كانت بويضة فارغة ما فيهاش كروموزومات وحصل تضاعف لكروموزومات الحيوان المنوي ده الحمل الحويصلي الكلي أما الحمل الحويصلي الجزئي فله سبب آخر لكن المهم سببه خلل كروموزومي في بويضات السيدة في بويضات السيدة نعم الأجينات الوراثية المحمولة على الكروموزومات أيها فندم الأوامل الوراثية أعني الكروموزومات مش الجينات آه ماشي ده تمام هو ده السبب وعشان كده بنقول للسيدة سيبي فترة عشان بالبلد كده بالعقل كده معلش التشبيه المخل شوية يعني زي ما يكون احنا شايفين ان البيض اللي على الوش ده مش كويس بدليل ان حصل منه مشكلة كده فنقول لها سيبي فترة عشان تطلع بويضة أجود أحسن واضح؟ عايزين دي بقى نعمل حلقة على الحامل الحويصالي لأن الحالات بقت كترت قوي للأسف منش عارف لي طب انت قلتولين حد معنا تاني على التليفون رؤية تفضلي على الزراتي دكتور أهلا بحضرتك أنا متجاوزة بقى لي فنة أي وعندي 21 سنة كويس خالف وزن 59 ده شيئ هاي رحتي وكده ده الدورة معي مش منتظمة والدكتور قدمي عندك تكايسات تمام ده شيء مش كويس بقى ليه؟ لأنه هو اللي مش 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 كويس انك عندك تكايسات هذا مرض منتشر اللي مش كويس انه بقى عندك تكايسات وانتي نحيفة كده النحيفات هم المريضات غالبا الأشد درجة والأسوأ في علاجهم من المتكايسات إن شاء الله حضرك ما تبقيش كده أخذت مناشطاته كده وهو حصل حمل وكده بس قال لي حمل كميائي وحمل ضعيف وبعدين أقال لي أعمل اختبار حمل رقم وطلع 16 آه يا فندم وارد اللي حضرك بتقولي ده وارد ده سيناريو وارد في مريضات تكايس المبايت أيضا تبدو رؤية لأخذت مناشطات تانية وكده برضا هتكرر نفس الموضوع بصي حضرتك بتسألي سؤال للمصريين الشهير جدا حضرتك بتسألي حا يعني بتسألي عن غيب فالإجابة على طول عندما أسأل عن غيب الغيب يعلمه رب الغيب أنا بقول لحضرتك حالة حضرتك المرضية وارد أن ده يحدث فيها حضرتك تقولي كل ما أقول لها وارد يعني تقول لي يعني هيحصل أنا قلت كده بقول وارد أنها يحدث هذه من المشاكل والسيناريوهات التي يجب قبولها في مرض حضرتك مرض حضرتك خلل هرموني فالدورة هتبقى مش منتظمة اتنين هذا الخلل الهرموني يؤثر هيبقى فيه كمان أعراض هرمونية أخرى شعري بشرتي تمام نمرة اتنين هذا الخلل الهرموني يؤثر على المبيض وكفاءة ووظيفة فهيبقى فيه ضعف في التبويض فوارد أن يحدث تأخر حمل وأن لا يحدث حمل إلا بأخد منشطات هذا الخلل الهرموني تزيد فيه هرمونات الزكورة داخل المبيض فالبويضات تتربى في بيئة داخل المبيض بيئة سيئة وبالتالي بتطلع بويضات سيئة النوع فرص حدوث الحمل منها قليلة وفرص تخصبها قليلة وإذا حصل حمل في احتمالية المشاكل واردة ويجب قبول ده تمام كلمة واردة دي لما قولها تقولي يعني هيحصل كده كل مرة واردة يعني هذا وارد الحدوث هذه من أعراض المرض هذه من مشاكل المرض السؤال كيف أمنع هذا الإجابة لا يوجد شيء يمنعه كيف أقلل نسب هذا في خطوات لما أعملها أقلل احتمالية حدوث المشاكل دي إن أنا أقلل درجة المرض إن أنا أسيطر عليه إن أنا أزبطه تمام؟ أزبطه وما قلتش أشفيه لأنه مرض لا يشفى there is no cure لا شفاء من مرض تكيس المبايد فهو خلل هرموني مزمن سيصاحب هذه السيدة مصاحبة اسمها لها مدى العمر لكنه ينضبط ويزيد ويقل بالضبط زي مرض السكر اللي عنده مش حيروح منه لكنه حيزيد وحيقل وحيتضبط ومش حيتضبط وحتيجي عليه فترات يستجيب وفترات لا يستجيب وتيجي على مريض السكر فترات يبقى سكره مزبوط وفترات أخرى يبقى سكره مش مزبوط وعنده كومة وعنده غيبوبة سكر ومضاعفات وهذا هو حال مريض التكيس المبايد العلاج هو أن نذهب لطبيب متخصص فيحاول لضبط هذا الخلل الهرموني اللي هو أول كلمة أنا قلته قبل ما يبتدي أخذ تنشيط عشان تطلع بوايضات أجود فالبوايضات الأجود تبقى فرص الحمل منها أسهل أسرع واحتماليات الإجهاض أقل ولم أقل فرص الحمل أكيدة ولم أقل احتماليات الإجهاض منعدمة لأنه هو ده اللفظ الدقيق كل سيدة عندها تكيس مبايد وارد تأخر الحمل كل سيدة عندها تكيس مبايد وارد احتياجها للتنشيط للتبويض كل سيدة عندها تكيس مبايد وارد حدوث الإجهاض هذا الوارد يمكن تقليل نسبته ولا يمكن منعه وهذا هو القول الفصلة في القرار بتاع مريضات تكيز هل معنا اتصال اخر طيب ممكن نشوف الفيديو رقم اتنين او على بال ما نشوفه انا اقدم له الفيديو بقى التاني ده هيوري حضراتكو شكل مختلف شوية ده رحم والانبوبتين الاتنين فيهم انسداد تام بنحقن السبغة ثم السبغة تم للرحم المسلس اللي قدام حضراتكو ثم السبغة دي ما بتروحش خالص 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 للانبيب مش قادرين نشوف الانبوبة مش قادرين نشوف الاسر بتاعها المصار بتاعها الخط اللي كان موجود يمين وشمال الراحم يقوم دي حالة توصف ان فيه انسداد تام للانبوبتين من منشأ الانبوبة يعني من اول بدايتها عند الرحم ما فيش ولا سنطي من الانبوبة السبغة دخلتها ولا رسمتها الانبيب الاتنين مسدودة انسداد تام طيب هل الكلام ده قاطع الانبيب دي مسدودة انسداد تام ولا يمكن الست تحمل لا احيانا فيه فالسز فيه نسبة خطأ مش خطأ في اللي بيجري الاشعل بالسبغة خطأ ان السبغة دي بتحاول تدخل الانبيب والانبيب هو عضو عضلي واي عضلة في الجسم وارد انها تتقلص فوارد يحصل تقلص ليه عضلات الانبيب وبالتالي تغلق الانبيب نتيجة لتقلص فيها وليس نتيجة لمرض فيها ويصادف لحظة تقلص دي هي اللحظة اللي بنحقل فيها السبغة دي فما تدخلش السبغة للانبوب يبقى اذا لقينا المنظر ده في ست ما بتحملش انه لا في الاغلب الانبيب بتاعتك مغلقة وبعض الناس تقوم تقول طب ندي الست دي مسكن مخدر عشان نضيع اي اثر لتقلص الانبيب فاذا كانت الانبيب متقلصة وقعدنا الفحص فدخلت السبغة داخل الانبيب يبقى ده كان شيء عارض مؤقت ان الانبيب حصل فيها تقلص والوقتي التقلص ده راح فالانبيب سمحت للسبغة انها تدخل فيها فاذا استمر هذا المنظر يبقى الصورة دي صورة لرحم وبدون دخول للسبغة للانبيب وهذا يشير الى انسداد تام في الانبوبتين من عند نقطة منشأهم ويا تفرق يعني يا دكتور الانبوبة مسدودة وخلاص مسدودة عند المنشأ مسدودة عند النهاية مسدودة في المنتصف لا تفرق لانه كلما اقترب مكان انسداد الانبوبة من الرحم زي الحالة اللي قدامنا دي في انسداد تام للانبيب من المنشأ من عند اول نقطة من الرحم ما فيش ولا سنط من الانبوبة رسمته السبغة فهذا يشير إلى نتائج أسوأ كلما كان الانسداد اللي في الأنبوبة أبعد عن الرحم بعده بصنطي تبقى النتيجة أحسن بعده بخمسة سنطي تبقى النتيجة أفضل عند البوخ بتاع الأنبوبة اللي هو نهاية الأنبوبة تبقى النتيجة أفضل عند أهداب الأنبوبة تبقى النتيجة أفضل الانسداد مش في الأنبوبة لكن فيه التساقات حول الأنبوبة تبقى النتيجة بالتدخل الجراحي وإزالة السدد وفرص حدوث الحمل تبقى أعلى أما الحالة اللي قدامنا دي لو انسداد تام للأنبوباتين من عند منشأهم دي أسوأ حالات انسداد الأنابيب وأقلها فرصا للحمل وأقلها نجاحا للتدخل الجراحي لاستعادة وضعية وكفاءة الأنابيب فواضح الفروء بين رحم صورته طبيعية تماما لجبنا لحضراتكم وفيديو بين الرحم والأنبيب الطبيعية والفيديو ده اللي قدام حضراتكم هو فيديو الحياة ما هوش صورة سبتة بس سبان لحضراتكم انها الصورة سبتة لانها ما بيحصلش فيها تغير خالص دي اقتين تلاتة بنحقن السبغة وحقن مستمر فيمتلق الرحم بالسبغة ويترسم شكله بالمسلس ده وبدون دخول للسبغة مطلقا رغما عن المحاولات الحسيسة إلى الأنابيب ده بايلاترال كورنيوال تيوبال بلوك انسداد تام للأنبوباتين من عند المنشأ من منطقة منشأ الأنابيب داخل الرحم نرجع بقى من الفيديو ده وزا كان معنا اي اتصال تفضل يا رحاب ايه السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا متجوزة بقى لي سنة ونص عند 40 سنة ايه وانا من شهر 4 لفد عملت منذار وانا قبل المنذار كان مخزون المبيض 35 من مية اه 35 من مية وعملت منذار عشان ايه منذار بطن استكشافي ولا منذار رحمي لا عملت الاثنين عشان انا كنت انتبع مع دكتور وفي الاخر لما ما حصلش حاملة ثلاث شهور قال لي نعمل منذار عشان نتطمس انا عندي اللي هو الورم ده وانسداد في الأنابيب لا فندم حضرتك حضرتك ثانية واحدة بس فجأة كده نقلتي الحديث انا عندي الورم ده وانسداد في الأنابيب حضرك ما قلتيش الكلام ده سابقا خالص يعني اللي هو الورم اللي فيه كان في قاعل مهر رحم وكان عندي انسداد في الأنابيب فالمهم انا عملت الموضوع ده والحمد الله بعدها بقيت كويسة وكان بيكشف الدكتور وكده ده سواني بيكشف ازاي يعني بيكشف بصنار مهبلي بيكشف بالصنار انا على طول بروفله بيكشف بالصنار ولما يكشف بالصنار المهبلي يقوم يقول الأنابيب سلكت حضرك بتقولي بعدها انا بقيت كويسة هل سواني عملت سبغة والمنظر مع بعض يعني انا عملت كله السواني المهبلي بيبين الأنابيب لا ما بيبينش الأنابيب أمال ازاي بقى انا بكشف عن دكتور بصنار فقل لي انتي كويسة ما كويسة ايه هي الأنابيب يا اما كانت مسدودة يا اما سلكة هي مين فيهم لا كانت مسدودة وهو يعني عمل لها تسليك وهو في العملية منظره والسابغة هذا ما قيله لكي حق ان السابغة والسابغة عدت صح قال يبقى الأنابيب دي كانت سلكة لا حضرتك متعرفيش من يعرف قال الأنابيب كانت ايه كانت سلكة والسبغة اللي عدت في المنظار أثبتت انها ايه سلكة الورم اللي يتي بقى حاج مؤدي ايه بيقول لي حاجة بسيطة فيه جزء تشال وجزء ما تشالش وروحت عملت منه اللي هي اللي مش عارفة المسحة دي طلعتكم ايه مسحة ايه يا فندم حضرتك خدتي الورم اللي طلع وحللتيه وبسوا في التحليل قالوا التحليل كويس دي ما اسمقاش مسحة دي اسمها عينة من الورم طيب السؤال بقى اللي تقال لحضرتك ان مخزونك ده فرص الحمل معاه قد ايه هو الصراحة كان مستعجل على حقن مجهري بس انا ما كنت خايفة فقلت لأصبر ايه خمس سور ولا حاجة اه فانا من حوالي اسبوعين كنت بجهز للحقن المجهري وكنت بسد كان كل يوم لمدة عشر سيام اخدت حقن اسمها جونبيور جونبيور وحقنا تحت الجلد جونبيور دي كان تمنحقا واللي هي حقن تحت الجلد وفي بعد يومين طلب مني تحليل ايه تول قالوا هو كان اربعين في المية لا اسمه اربعين ماشموش في المية اسمه اربعين راح قالوا احنا نوقف اللي هي الحقن اللي تحت الجلد عشان الموبيد يشتغل ا unanim CrO راح. اه. بس فانا دلوقتي السؤال انا يعني انا خدت الفقن دي جونا بيور تمن فقن في سرينجة واحدة كل يوم لمدة عشر تيام لما لقى انا في اخر عشر تيام جي يعمل الاتفو تاني لقى زي ما هو خمسة اربعة اربعين بين او اربعة اربعين قبل. مم. فارح قال لي احنا مرايح دلوقتي والشهر الجاي لما الدورة تيجي اه نيجي نعمل تاني ايه الحوارد بتاع الحقن المجهري. وقال لك متوقع ان يحصل ايه الشهر الجاي. هو بلوقتي انا عملت مغزون سرعة خمسة في المية على قبل الحقن ده قبل يوم الحقن بيوم طلب مني نتطمن على المغزون لقى خمسة في المية. وايه اللي خلى المغزون قال لي من خمسة وتلاتين لخمسة. لان انا من يوم المنظر من يوم المنظر وانا وانا باخد اه كله كل شهر يديني اه حقنة تسجرية ومنشطات. طيب انا كنت عايزك تقوليك كلام ده لان ده اعتقادك دي دناغ كل المصريات. الدكتور الدني منشطات فالمنشطات خلصت المخزون. المنشطات لا تسبب نفاذ المخزون. تمام? ايه اللي قال للمخزون بقى? لسه بنسأل اهو. يبقى مش المنشطات اللي حضرك كنت بتتهمي حد بيهم. ايه اللي قال للمخزون? الانتظار. الوقت. العمر. المخزون قليل قوي. المخزون لما يقل تحت الواحد بيقل بمعدلات مرتفعة. وبعد تحت خمسين من مية تحت خمسين من مية او خمسة من عشر حضرتك كنتي خمسة وتلاتين. المخزون بينحدر. بينحدر يعني كل شهر بيقل الا واضحة جدا. وحضرتك حد قال لك المخزون قليل واعملي حقن مجهري. قلت لأ ما استنى شوية. فلما قالوا لك بقى طب مادام مش جاية من الحقن المجهري طب ما نعملك منظار. اللي لا ضرر منه على الاطلاق. لا ايه? لا ضرر. بس انا مش هكمل بقيت الجملة. نمرة اتنين. امتنا منتظرة بعد المنزار خمس ست شهور. وبعدين روح تعمل حقن مجهري فما طلعتش بوايضات. وما حصلش استجابة خالص وتحليل ايه تو اربعين ده تحليل اقل القليل. فطبعا مفروض نترك المبيض فترة شهرين على الاقل قبل ما نحاول نخبطه المشوار الطويل الصعب ده تاني. علا الله انه يستجيب ويطلع بوايضات. فاحنا تقلنا تيجي الشهر الجاي على طول. فحضرتك بتتصي بيا عشان تسأليني. هو هيحصل ايه لما اعمل حقن مجهري تاني? الغيب يعلمه رب الغيب لكن الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي غير مبشرة. مبشرة بايه بالزاق? بالحمل يعني? مبشرة بغير مبشرة ان يحصل استجابة للمويض زي الشهر اللي فات. اللي حصل لحضرتك. انا عظي ممكن اروش مكان تاني ويغيرولي اسم الحقن دي يجونا بيور مثلا. يعني حضرتك شايفة لما يبقى المخزون خمسة من مية. وان انا سبت ده بقالي سنة. تمام? اجلت القرار سنة. المشكلة في المركز او في الحقن. لا هي مشكلة مش فيهم. حضرك ممكن تغيري الحقن وممكن تغيري المركز وقد يحدث تحدل في الاستجابة ده حقيقي. لكن المشكلة الحقيقية مش هنا. طعم? عندما يكون المخزون قليل. فالسيدة يمكن ان تحمل. لا ببراعة مركز ولا كفاءته ولا نوعية حقن ولا دكتور. ستحمل بفضل ونعمة ورحمة الله عندما يريد. فمشيئته تسبق كل شيء. وقدرته تقدر على كل شيء. وكتب الله على نفسه منذ الاف السنين. ان الحمل هب من الله. يهبه لمن يشاء. وقت ما يشاء. كيفما يشاء. تعالى علمه وقدرته. علمه وطب الأطباء. ومخزون المبيض من البويضات. لكن بالأرقام وبالعلم وبالطب. تعم؟ المشكلة في حالة حضرتك ليست في تغيير المركز. وليست في تغيير نوعية الحقن. ولكن فيه المخزون القليل معنا اتصل تليفوني اخر. تفضلوا. تفضلي يا رشا. عليكم السلام. ما عليش تأخرنا عليك يا تفضلي. تفضلي بغض النظر عن الاسماء. تفضلي. يا فندم. حضرتك برضو بس عشان اي حد بيصر انه يسمع صوته من التلفزيون بيحصل خطأ تقني وفني بيقدل انقطاع الاتصال. لو سمحته تراعه ده اول ما حضرتك تبقي على الهوى تقفل التلفزيون وتبقي دي عنه. تفضل يا فندم. حضرتك لك زمحت انا كنت مركبة كبسونة تلات سنين. هلو? ايو فندم. تفضلي. كنت مركبة كبسونة تلات سنين. ايو. وخلصتها خلصت المدة تعتها. اي. بعد كده اه كنت منتظر حمل. اه كنت كل ما بيقصت عندي دورة منتظمة. انا متجاوزة حوالي بيزارة سنين. عندي سبع وعفين سنة. ومعايا طبخين. اي. اي. اه كون ما بيخت الحملي فيظهر في الصنار بس يعني ايه بيظهر في الصنار بس؟ يعني حضرتك بروح كده حوالي على تلتين كده اروح اكشف صنار مهبلي فيظهر في الصنار لكن بيكون الويدة ضعيفة لأ معاليش تاني تاني حضرتك بتقولي بروح اكشف صنار مهبلي بيقولوا مفيش صنار يعني ايه؟ لأ بتقولي حاصل توقيح الويدة داخلة غاحب على تلتين يوم من الدورة بيشوفوا كيس حمل لا بعد 30 يوم بعد اللقاء كده 30 يوم بعد الجماع يعني بعد ما تكون الدورة اتأخرت تقريبا 10-15 يوم لا بعد الدورة اتأخرت 8 ايام 3 ايام كده وتكوني عملت اختبار حمل لا ما تظهرش في اختبار الحمل هي بتقولي اي بصور برافل بقولي انه هو بيظهر في الراحل من البيضة حصل تلقيح بتزيني من الشطاء حمض الفوليك والحيات دي بخدها بس برضو ما بيحصلش هو ايه لي ما بيحصلش بقى البوايضة نسبة بعدها ما بترفعش هي ايه النسبة اللي ما بترفعش نسبة ايه نسبة البوايضة يعني ايه نسبة البوايضة يعني بتقولي ان البوايضة مش مضمش الحمل زي ما عرفش هي بتقولي كده هي بتقولك كده طب لو سمحت حضرك تروحي لحد ما يقولكيش انك حامل الا لما تعملي اختبار حمل ممكن أأكد على حضرتك أن محدش يضحك على حضرتك ويقولك أنك حامل قال لها بعد عمل اختبار حمل طيب حضرتك هو الكابتونة يعني مفعولها بعد ثلاث سنين ممكن يأخر الحمل أيوة هو محدش هو بيركب على حضرتك قال لك أن دي من وسائل منع الحمل اللي حضرتك بتحسبي مثلا كده أنها ستنتهي في شهر يناير كويس لكن في بعض السيدات قد يمتد مفعولها وتأثرها لعدة شهور بعدها قد تصل لسة تسعة شهور أو سنة لا أنا كده صلعها بجال أكثر من سنتين لا أكيد أصرها حيكون انتهت بس اللي ما انتهاش هو ما يقال لحضرتك ومن غير ما تعملي اختبار حمل ويقولك ده في بوايدة وتعملي اختبار حمل ليه ده احنا شايفين الحمل جوه الرحم والبوايدة طيب ما بترفعش حوال حضرتك يعني أنا كده بعد الدروة افتخلص بحوالي عشر ايام ببجالي بحيث القلم شديد بطني تحت وضهري برهر بصر بقولي نفوش نفوش اي حاجة طيب يا فندم حضرتك جي قصة اخرى ولا استطيع ان افتي فيها أنا لان الوحيد الذي يفتي فيها هو من يجري لحضرتك سونار مهبلي شرط ان يكون طبيب يقول الحقيقة وكلام علمي طيب ولا يوجد شيء اسمه حمل من غير عمل ايه اختبار حمل اختبار حمل او انا بأكد اهو حضرتك الوقتي صوتك وطي طيب لان الحق صوته عالي لا يوجد حمل الا بعمل ايه اختبار حمل طيب معنا اتصال تليفوني اخر طيب عظيم لسه من شوية كنا بنقول ان دكتور تأخر الحمل لا يرى وان الحالة تبقى كتاب مغلق يبتدي يتفتح الكتاب ده والدكتور ده يرى بتحاليل بدليل تعم فستة متأخرة في الحمل سنتين بعد ثلاث سنوات من موعد الكابسولة محدش عمل تحليل لا يكون هرمون اللبن مرتفع ودي من مضاعفات الكابسولة دي لا يكون الستة عندها ضعفة في الطبويد تعم يقال لها بلا اي دليل الله انت حامل والبوايدة تلقحت خلي بالكم الالفاظ مش حد يقول كيس الحمل عشان محدش يقول ان انت جدبت لكن البوايدة تلقحت وفندم ست رشا دي لاتورا والبوايدة دخلت الرحم بس البوايدة مش بترفع والبوايدة مش بتجبر تعم وتعملي اختبار حمل ليه ما احنا شايفين لا يوجد حمل بدون اختبار حمل واي سيدة متأخرة عن الحمل فتأخر الحمل له فحوصات زي ما الرجالة بيتعرف هم كويسين ولا وحشين بتحليل اللي لازم زوج حضرتك يعمل تحليل نقوم نقوم نقل لراجل كده نقله حضرتك تعمل تحليل لك لا بس انشو اخد بالك يا دكتور دي مخلفة مني مرتين قبل كده ايوة سيدي ما ما هي كمان مخلفة مرتين اش معنى هي يعني يجرى لها تحليل وتبقى هي في موضع شك واتهام وحضرتك لأ تعم ما انا خلفت قبل كده ما هي كمان خلفت قبل كده ما انا مخلف قبل كده ما هو ده إذنطة جرانتي ده مش ضمان حضرتك هتفضل سليم وصحيح ومعافى العمر كله تعم وبالتالي حالات تأخر الحمل يجب ان تعالج بناء على دليل والدليل تحليل وليس صنار الدكتور عمله وهو شاف ويعالم شاف ايه ويقول لي ده انت كويسة ومعن بكيش حاجة تعم ولا يوجد حمل الا باختبار حمل هذا هو صحيح الطب للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله اجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل بينا بشرة خير ترجمة نانسي قنقر